بالنظام مسلخي المشهد السياسي اللبناني عفوا أول دخوله يشبه المريض الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة احتقان وتوتر متصاعد على كل المستويات الأفق مسدود أمام تسوية قريبة للملف الرئاسي حكومة مقات بين الحياة والموت القضاء اللبناني يعيش أسوأ أيامه ضياع وصراعات في مقاربة الملفات الحساسة وأهمها ملف في جار المرفأ وما شهدناه في الأيام الأخيرة من توترات وعرضات على الأرض نتيجة بعض التوقفات خير دليل على ذلك وليد بيك جومبلات الزعيم المدرك لحساسية وخطورة المرحلة يحاول فتح ثورة في الجدار المسدود ويقول لمصلحة من ندخل في العبث الدستوري وبلغة العارف لدقة التوازنات الداخلية يشدد على ضرورة العودة إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبي بري لافتاً خطورة التفكير بعزل أي مكون لبناني سواء حزب الله أو غيره وبالانتظار فإن الأسبوع الحالي حافل بأكثر من محطة هامة بدءاً بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل إلى جلسة الحكومة المكهربة يوم غد الأربعاء وصولاً إلى محطة الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل إلى لبنان لجمع المعلومات والاستماع إلى عدد من الأشخاص بصفتهم شهوداً ضمن القضايا التي يتابعها القضاء في فرنسا وألمانيا ولكسنبورغ وكل ذلك سيتم تحت إشراف النيابة العامة اللبنانية والمدعي العام للتمييز القادي غسان عويدات فإلى ماذا ستفضي هذه الزيارة غير المسبوقة والمجهولة الأهداف والمرامي وهل سيكون لها أبعاد وخلفيات غير المصرح بها النائب فيصل الصاي عضو لقاء الديمقراطي ضيف حلقة الليلة من بالنظام والنقاش معه طبعاً سيتناول كل هذه الملفات التي طرحناها في مقدمات هذه الحلقة مساء الخير سأعطي العائب أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش من المواقف الأخيرة للزعيم وليد جملاطي الذي طبعاً أدل بها إلى التلفزيون مصري ومنها تشديده على أهمية الحوار وعدم عزل أي مكون من المكونات اللبنانية اليوم مما يتخوف وليد بك واضح أنه أستاذ وليد جملاط يعني عم يقرأ التطورات الدولية والاهتمام الدولي بالحرب المبطلة مستجدة حرب الأوكرانية الروسية اللي مأسرة على كل العالم على أوروبا وعلى عالم اللي ممكن كنت تتكلي عليه أو ممكن يفترض الواحد فيه يتكلي عليه فبالتالي هذا الواقع الدولي الإقليمي المتفجر مع حالة الاقتصادية الاجتماعية للشعب اللبناني وازديات حالة الفقر وكذا نحن عم نيجي من باب أنه لا يجوز رأي وليد جملاط ورأي اللقاء الديمقراطي أنه لا يجوز تعطيل المؤسسات أي تعطيل المؤسسات عم يعمق مأساة الشعب اللبناني عم يعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وبالتالي تفعيل هذه المؤسسات يبدأ برأس الدولة ويبدأ بانتخاب رئيس وانتخاب رئيس ضمن التوازنات الموجودة اليوم بمجلس نواب واضح أنه لا تحصل ما في فريق أدي عنده أكثرية أو عنده التلتان يأمن فيه النصاب والتالي لابد نحكي مع بعضنا من هون قتل موضوع أنه إذا حكينا مع بعضنا ما معناتنا تنازلنا عن الثوابت ما معناتنا تخلينا عن تطلعاتنا للبنان المستقبل لسيهم أنه عم نشعر أنه معظم الفرقاء تقريبا في مساحة مشتركة بكيفية إخراج لبنان من الأزمة يعني صير فيه شعور عام أنه ما فينا نطلع بدون العودة إلى الطائفة يعني هيدا مطلبنا الأساسي وإنما هذا المطلب صرطي بس تحكيه مع الكتل الميابي الأخرى إن كان النواب الجدن إن كان حتى الأقصى حتى مع حزب الله بتشوفي أنه لا بموضوع العلاقة مع الخليج لا لا علاقة مع الدول العربية اتفاق الطائف مسلم من مسلمات الجميع وهذا عنوان كبير وعنوان أساسي للمرحلة المقبلية ولأي رئيس نريد فرئيس يحترم الطائف ورئيس يحترم الدستور كبداية هذا عنوان كبير رئيس قادر يرجع يربط مع الدول العربية عيدنا إلى علاقتنا العربية يقدر ينفتح على دول العالم فهي مسلمات صرنا كلنا متفين عليها المهم كيف بدنا نحكي ونوصل لنترجم هذه المسلمات إلى شخص نحن طرحنا شخص يعني نحن طرحنا مرشح اللي هو طبعا الأستاذ ميشيل معوض ومتمسكين بقرأة بغياب طرحات الآخرين بغياب طرحات مقابل اللي نقدر نفاوض على أساسها فنحن طرحنا الأستاذ ميشيل اللي إجاء وحكى بهذه العنوين يعني أكد على هذه العنوين طبعا نفهم أنه السيد ميشيل قد يكون يشعر البعض أنه هو فريق يشعر البعض أنه هو قد يكون ما بدي أقول تحدي لأنه بيعرفوه أنه منه منه من النواب اللي بيتحدوا المستفزين وإنما أوكي فريق فريق إذا فريق يعني بيعتبروه رئيس تحدي طبعا ما ننرديانين فيه وإنما نحن السؤال أنه شو بتعملي بهيك حالي بحالي عندك استخدام دستوري اللي هو انتخاب رئاس جمهورية أنه دور النواب شو ممكن نكون غير أنه ننزل على الجلسات نحط اسم نحضر أول جلسة نبقى لتاني جلسة ما نعطل الجلسة التاني والتالتي فبالتالي عم نقوم بدورنا الدستوري وبانتظار أنه نقدر نوصل نحن والأستاذ ميشيل يعني بالأخير أستاذ ميشيل ما عم بيجي يقول أنا أو الأحد مثل ما صارع أيام رئيس ميشيل عون أنه نطرنا سنتين يا أنا يا عم ما يكون فيه رئيس أو يا جبران وزير يا بلى ما يكون فيه حكومة بس كيف يقول هالشي ما عم بينحق بذل منطق مع أنه إذا بتحسب الأصوات فيه حق الفيتو فيه التلت فيكة عطلة بس نحن ما فيتين من باب التعطيل فيتين من باب أنه لأ عنا مرشح فيه شيء ممكن نتوافق عليه نحكي نحن وحلفائنا اللي عم سمينا ميشيل معوض مع ميشيل معوض وننتقل سوية إلى حل نهائي وقت اللي بيصير فيه طرح جدي لرئيس عند الفريق الآخر وليس ورقة بيضاء ما قدرتوا اليوم تسوقوا مرشحكم ما أنت بدي تجبلشي بمحل يعني المحل اللي عم تدعو له اللي دعا له الرئيس نبي بره هو الحوار الحوار كيف بتكن أنتوا اليوم تقنعوا الفريق الذي يعترض على الحوار أو بيعتبر أنه لا جدوى من هكذا حوار أنه فعلا التوافق والحوار هو مدخل لحل هذه المسألة لكي يعني ما فينا نفرض على الآخرين وجدنا نحن وجد نظرنا نحن مع الحوار في كل لحظة والمتلمة أن الحوار لا يعني الخروج من ثوبتنا لا يعني تغيير سياساتنا يعني صار في اجتماع بين الرئيس والجمهورات وحزب الله فالطلع من الاجتماع بعدنا ما طرحنا صار اجتماع مع جبر الرسيل ما معناه الحوار يعني انتقلنا إلى مكاننا لا الحوار عم بيكون معبر عن وجه نظرنا الآخر بنسمع وجه نظره اللي صاير اليوم حتى اللي اللي يوم الدعوة هي الحوار يعني حوار مشترك مش حوار على صعيد أسرات يجب أن أنت فهم الأفريقاء الأخرى في أفريقاء بيقولك هذا الحوار بغياب رئيس الجمهورية أنه بالأخير فيه ممارسة دستورية ديمقراطية الدستور بيقول روحوا عمش نواب وانتخبوا رئيس وهذه الأولوية والمجلس بحالة انعقاد دائم لانتخب رئيس يعني هاي وجهة نظر موجودة بس ما عم بيكون مقفل يعني بالأخير عم بيصير حكي ثنائي وثلاثي يعني وان كان مصر طاولة حوار جامع الكل اللي قد لا تؤدي لنتيجة صراحة انت عملي حوار اليوم جامع وما يودي لنتيجة يمكن يعمل انتكاسة أكبر عن مستوصيز فعم بيصير حكي اليوم يعني بتلاقي الكتلة عبتحكي مع بعضا بتقول بيعمل انتكاسة ولا على الأقل لجدوة منها إذا صار فيه سلبية ممكن بس أنه اليوم عم بيصير حوار بالمجلس نواب بين النواب بين الكتل بتشوف يون عبقوا بمكاتب يعني عم بيصير إصار رسائل للابعض وبانتظار ظروف أفضل وانتظرينه نحن صراحة كفريقنا أنه نحن كونه عنا اسم وعنا عدد معين وصلنا لقريب الخمسين صوت خلاص هيدا اللي يمكن السقف اليوم بس ناطرين الفريق الآخر يتفق على شي يعني المشكلة مش عنا يعني نحن اللي قدرنا سمينا وحضرنا وبقينا بالجلسة الثانية لم نعطي النساب ما فينا ما من نلع معا شي بس ما فيه شي اسمه توافق يعني سميته بس ما فيه آخر شي توافق مثل ما عم تقول ما فيه أكثرية داخل مجلس توافق بديك تشوفي الآخر بديوا يترجم لك أفكاره وتطلعاته إلى اسم يعني كل ما هي ضلت ورقة بيضاء وهالورقة البيضاء في وراها عشر أسماء يعني الكتل النواب إذا بكتسميهم التغيرين أو الجدد عندهم ثلاث أسماء ثلاث ورقة بيض بس كل ورقة تحمل اسم وفيه أسماء ثاني الفريق الثماني أذار اللي هو طيار الوطني عنده اسم أو اسمين أو اسم لنقول عنده؟ الحركة الأمل عنده طيار الوطني إنه إذا بده يسمي ما منه يسمي نفس الاسم اللي عبي يسموه حركة أمل وحزب الله اللي هو استيسلمين فرنجي ما قابلينين معه يعني كمان ما سموه بس هو دعمينه فالخلاف مش أنا يعني الخلاف ناطر تستوي أكتر عند فريق الثماني أذار اليوم زعيم مؤليد جنبلاط يعني يسعى بهذه المرحلة كما هو واضح إلى تدوير الزوية إلى فتح ربما خطوط التواصل مع كل القوى تحديدا المسيحية إذا بدنا نقول لأنه المشكلة تكمن في هذا الإطار إذا بدنا نقول حتى سياسيا ورئاسيا يحاول أن يلتقي اليوم هذا الانفتاح المستمر من قبله على كل الأطراف إلى أين سيؤدي أو إلى أين أدى يعني كان في لقاء كان يتيم فيما بينه وبين جبران باسيل شو غير هيدا اللقاء ما بعرف أنه لا لم يغير كثير يعني واضح أنه جايين من خلفتان متبعتان وإنما أواشي بيريح الأرض بيريح الجمهور الفرقان بيسمح يمكن للقوى الكادرات النواب الوزراء يتواصلوا بشكل أفضل ونتطلع لقدام يعني ما في حلول للأسف ستماها يعني واقف الأمور عند محل مثل جمود ما فينا نقبل بالجمود باندلنا نجرب نخرج رئيس بره عم بيطرح عم بيكون متقدم بطرح الحوار رفضوا الحوار مهم الدعوة إلى الجلسات لأنه بهالجلسة الخميس لو كان الناس بيستخفوا فيها أواشي عم بيمارس العرف الدستوري مفروض يدعي وتاني شيء قد ما تقولي أنه مقلة طعامي غلط أنه ينقل مقلة طعام لا هالجلسة عم بيكون عم نتلتقي كلنا سواء عم بيكون مئة مئة وعشرين نايب عم بيفتح المجال لتعليق من هون لكلمة من هون لحيوار جانبي من هون يعني عم بيضل فيه بس ما خلينا نعترف أنه اليوم الوضع اللبناني معقد شوي الوضع الإقليمي معقد والوضع الدولي معقد طبعا يعني كل الأفريقاء يعني متهيبة الخطوة اللحظة يعني مثلا أنا معلوماتي أنه حتى موضوع تسمية المرشح مرشح 8 أذار يعني آخر معلومات أنه حتى حزب الله مصر أنه الرئيس البديوجي إذا كان الرئيس اللي بدي رشحه حتى الأستاذ سلامان فرنجي أنه يكون متفاهم مع السعودية يعني نشوفي أنه التطلع أنه اليوم نحن ما بدنا يعني صار في قناعة وأنا هاي اللي بريحني هاي اللي بيحسسني أنه رح نوصل وقريبا إن شاء الله رح نوصل لشي أنه في قناعة من الجميع أنه اليوم نحن وقعين بجورة اقتصادية لن نخرج منها إنما الفريق الآخر بيقول حرفيا لن نقبل برئيسه سميه حزب الله لمجرد أنه حزب الله سميه مش رح نقول يتبع مش رح نقول يعني يخضع لأمريكا يخضع للسعودية مجرد أنه مجرد حزب الله يقول أنه أنا فهمين أنه التوازنات والواقع الاقتصادي اللبناني والانهيار الاقتصادي لا يسمح برئيس مثل مرة الماضي رئيس فريق وهذا الفريق هذا الرئيس بدي يعادي الدول العربية بدي يعادي السعودية والخليج مجرد يكون حزب الله بحجم بحجم متمع متمع بهذا موضوع إنما الفريق الآخر لا معنى تبلشنا برئيس رح يكون مقبول رح يكون مقبول نحن هذا طلبنا وبالتالي هنلتقي بمكان رح يكون مقبول من العالم يعني بدي أقول أنه صرنا نحن كاللبنانيين إذا هذا عنوان ما اعتمده حزب الله هذا بريه لأنه هذا مطلبنا إذا كان هو عنوان ما اعتبره كلزوم يعني وأنا معلوماتي أنه صار فيه تواصل مع الأستاذ فراجيوية وينصر بالموضوع السعودي يعني حزب الله ما اعتبره أنه الطابع عندك يا أستاذ سليمان سوق حالك أو أمن علاقة مع السعوديين ونحن معك وبالتالي هذا عنوان هذا اختراق من القبل أنه فهمين أنه لبنان لازم يروح على محل يأكد على اتفاق الطائف يأكد على العلاقة مع الخليج لا وبرأيك وين صار التواصل فيما بين سلامين بيك فرنجي والسعودية يعني بيظهر بعد ما فيه لا بيظهر السعودية بعد متمسكة بموقفها والسعودية بيظهر ما تتدخل بالتفاصيل اليومية عم تقول أنا رح شوف أنتو شو رح تتعاملوا على أساس هي المشكلة مش معه شخصيا يمكن المشكلة بيتموضعه طبعا تموضعه سياسي تموضعه سياسي بس لأنه نحن عارفين هذا التموضع لأنه نتغير هذا الحق بتسمعناه لأنه نقول بالتواتر من حزب الله بتسمعي دوليا أنه اليوم أو صندوق النقد الدولي أنه إذا وصلنا لبرنامج ولازم نصل لبرنامج لما فيه قرار الحل الجذري مش عندي أنا معي 3 مليار دولار بيقول لي ساعدكم فيها بيقدر إدعي السناديق الصديقة بس هني اللي بدون يدفعهم مش نحن نعم أنتو بحاجة لخمس طاعة مين السناديق الصديقة بترجعك بترجعك للخليج والسعودية بتحكي مع الفرنسي نفس الشي لأنه أنا بيقدر أعملكم مؤتمر وإجمعكم وإجمع الأصدقاء لبنان بس ما بدفع ما أنا اللي بدي أدفع مين بدي أدفع الخليج والسعودية وبالتالي خلص فيه تفاهم دولي أنه لبنان المستقبل أو لبنان العهد الجديد يجب أن يكون يطلع من المشكلته مع دول الخليج ولسيما السعودية يرجع يعود إلى المنظومة الدولية لأنك رح تعملي برنامج مع الأيام أفو بالتالي مع السناديق الصديقة اللي هي السناديق دولية بمعظمة والكل مؤتنعين هذا عنوان كبير إذا كونه مؤتنعين فيه جميعا الآلية كيف نحافظ على سيادتنا وكيف يعني طبعا هون كيف نحافظ على كرامتنا وسيادتنا ونتعاطى مع هالدول من ند للند ما نعتبر حالنا أنه نحن معنا شيء قدم لا لبنان مقبل عغاز ونفط لبنان غني لبنان عنده الكثير يقدم فكيف نعمل شراكي مع هذه الدول وليس أنه نصير مثل وصاية هذه الدول علينا أنه نحن أي مساعدة رح تجينا رح تجينا من باب الشراكي ومن باب التسليف لأنه نحن رح نطلع من مشكلتنا ورح نقدر نلعب دور فعلي اقتصادي في المنطقة وفي العالم أوكي مثل ما عم بتقول وكما هو يعني معلومة واضح أنه كتلة اللقاء الدموقراطي مرشحة هو ميشيل معوض حتى الساعة ما بعرف إلى متى هذا الترشيح سيستمر شو هو يلي بيخليكن أنه تغيروا ترشيحكم لميشيل معوض يعني يكون فيه إذن تاني خليني بسألك شغلي لأنه في معلومات بتقول وتشير إلى أنه هناك تواجره ممكن أن يشكل نقل نوعي داخل صفوف الحلفاء بالتوافق مع معوض الذي قد ينسح من المعركة الرئاسية بحال توافق فريقه الداعم له على مرشح يحظى بإجمع وهناك أيضا اتصالات جارية بهذا الإطار فيما بينكم ومع القوات اللبنانية يعني يلي هن مرشحين ميشيل معوض ومع حزب الكتائب هون قديش متمسكين بميشيل معوض وليش يعني شو شايفين فيه شي ما قادرين تشوفوه بغيره وإذا تم التواصل فيما بين الرئيس سليماني الفرنجية والسعودية هل ممكن وتم التوافق على تسميته هل ممكن أنه تنتقله إلى تسمية سليماني فرنجيكا لقاء ديمقراطي هلأ أنت يعني ذكرت بالتعاون أو بالتوافق مع ميشيل معوض لن ننتقل يعني لن ننتقل إلى أي مكان إلا سوا يعني خلان أجرنا أجره لميشيل معوض للكتائب للقوات للحلفاء اللي وقفوا معنا يعني هالأربعين خمسين صوت إنهم بيوصلوا للخمسين إذا ما في سفر هالخمسين صوت سننتقل معا إجرى أجر بالتوافق مع أستاذ ميشيل معوض إلى الرئيس اللي سيطوج يعني ما رح نلعب لعبة أسماء إنه أنتوا شو رأيكم به الاسم لو كان هالأسماء محسوبين نحكى صلاح إحنا نحكى أسماء نحكى ناجيل بستاني مثلا أصدقاء هو الأقرب إلى وليد بيك جنبلات لن نلعب لعبة هالأسماء إنه مننقل بلى ميشيل لنروح لهونيك بعد شهة ما ديم رحتوا لهونيك تعوا بعد شو بعد خطوك إذا صار فيه توافق وأيضا ميشيل معوض محفظ الألقاب هو انسحب من ده وإذا صار فيه توافق على إسلامين فرنجي هلا ما فيني يقول على مين التوافق أنا واضح إنه مبارح من القوات اللبنانية واضح إنه لن لن يذهبوا هذا المذهب ميشيل معوض أكيد لن يذهب لأنه عندهم سبب وأنه مرشا حزب الله ما اعتبرينه لأنه الفكرة إنه نروح لحالنا لا يعني لن نخرج من هذا التحالف إلا سوية إلى رئيس جمهورية سيصل يعني رح ننتقل كاب لوك انتخابي إلى رئيس سيصل مقبول من الفريق الآخر مش لا يعني الهدف إنه نقدر نتوافق على اسم في حال تنعنا مرة ع مرة إنه مرح يقدر يوصل أستاذ ميشيل وطبعا صار 11 مرة والأستاذ ميشيل عاقل المعبي والأنا ولا أحد مثل ما قالت وبالتالي ناطرين نشوف الآخر شو بدي يقول نحن بأعتقد يعني عملنا الدفور الدستوري طبعنا ومتمسكين ومنفتحين منفتحين على الهوار وإنما ليس أي رئيس طبعا ليس رئيس ما بياخد هالثوابت اللي حكينا عننا الدستور والطائف والعلاقة العربية والعلاقة الدولية والانفتاح يعني ما بد رئيس بده يبني دولة يعني نروح إلى بناء دولي يعني ما بقى فينا رئيس بمعنى أنه محاصصة هلأ يعني نحن ضد فكرة يوم دكتور جاجة عم يرجع يحكي إلى بعض من هيك بكتير عم يحكي إلى يعني تغيير بالنظام السياسي عم يحكي بالفيدرالية ضد أي تغيير بالنظام السياسي اسماء عم يحكي بالتقسيم يعني منه تبو عم يعتبر هيدا العنوان ما وضحها ايه ما وضحها بس طبعا ما فينا نكفي هيك لما ما فينا نكفي نحن بقول لن نيأس وعم بتسمو نفس الشخص لن نيأس نحن لن نيأس وبيرأينا لأ رح يتطبق الطائف وبيرأي فيه إصرار محلي وفيه أكترية محلي مقتنع أنه إذا خرجنا عن الطائف فتنة بالمجهور يعني اليوم عم يصير مؤتمرات عن الفيدرالية وكذا نحكي عن الفيدرالية الفيدرالية بدك تكون متفعة على شغلتين أقله عنوانين لأن السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية طبعا نحن هول موضوعين المختلفين عليهم هلأ هنحكي على حدة بموضوع الفيدرالية فأنا برأي لا خلينا الأمور من سوداوية أنا برأي فيه كثير فيه حراك داخلي جدي فيه حراك دولي وأقليمي هلأ سيتتواجم كي بفرنسا ممكن كان لقاء رباعي كان عم يقوله إخر الشهر لأنه عم ينشغل علي أنه يطلع بنتيجة هذا اللقاء وما يكون لقاء مجرد عفوي أنا مني شايف أنه بعد الربيع أنه بالربيع فيه شيء يمنع أنه يصير في اختراق برئاسة الجمهورية من هلأ للربيع عندما يقول زعيم وليد جنبلات لابد من جهد عربي ودولي مشترك من أجل الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية بلبنان ماذا عن الجهد اللبناني يعني هذا الخارج نفسه ألم يقل لنا مرارا وتكرارا ساعدوا أنفسكم لمساعدكم طبعا إذن لازم نبلش من عنا ولا لا من عندياتنا مية بالمية الأساسي عننا والتأصير حاصل من عنا وإنما للأسف هذا لبنان المشكلة أنه بعد ذهنيتنا أنه بدنا نجيب رئيس شو إلي فيه لهذا الرئيس يعني بعد القوى الأساسية القادرة أنه أنا بدي رئيس شو حصتي في هذا الرئيس من وظائف من إدارات من وزارات لحقا يعني في ناس يعني فيه فيه طيارات اليوم من هلأ بدأت فاوض الرئيس اللي بده يجي أنه أنا شو طالع لك كم وزارة وأي وزارات وأي إدارات عامة هيدا هيدا شيء خارج المفهوم يعني بعدنا ما استوعبنا أنه لبنان تعثر لبنان نهار حتى فيه ناس عم بتقول لرئاس الجمهورية لهالشخص بس الحكومة بتكون لألي يعني الأدعم عم بتكون بأمورة بهذا المنحة ما قادرين إلا نروح على رئيس وبعتد هذا الضغط الدولي اللي رح نشهد وهلأ وحيتعظم وبعتد موضوع القضاء الأوروبي حيتفش بهذا الاتجاه تداعيات وحيتفش بهذا إلى رئيس جمهورية بعيد عن المحاصصة يمثل كل اللبنانيين قضاء الأوروبي شو خصوا بهالموضوع؟ لأنه رح يفوت عملفات عملفات رح ينكشف فرار رح يكون عامل ضغط سيستغل بالسياسي يعني عن جد نحن ما نفقد لازم نزعل أو ننبسط بهذا المسود عم تجي لازم نزعل للأسف لازم نزعل لأنه ما منفهم إلا بالضغط للأسف ما منفهم إلا بالعقوبات وبالضغط وكذا للأسف فأنا برأيي أنه رايحين على محل لأ مطلوب من لبنان رئيس غير العنوين اللي قلتلك يوم رئيس كمان إصلاحي عملية الإصلاح رئيس ما يجي يقول أنا أمثل المسيحيين أنا مسيحي وأمثل مسيحيين وبالتالي بدي حصة المسيحيين في الدولة ويرجع يجي رئيس حكومي يقول أنا بدي حصة الصنة في الدولة ويرجع الرئيس بره يجع يأكد مدام كن هيك عم بتحاصصه أنا عالسكين يا بطيخ متل بابين زحمانة كان لا بدنا نجي رئيس جمهورية إنت بكل الدولة إلك وإنت ما عندك جماعة وزلم وحزب وكتلة وبيدي مفتاح انتخابي هون وبيدي أعين هيدا هون ليقويني سياسيا وشعبيا رئيس تروح تحترم المؤسسات الدولة تحترم الخدمة المدنية يجو التعينات عبر المؤسسات الدولة المؤسسات الرقبية وإن كان سني وإن كان مسيحي نروح على الكفاءة نحافظ على المناصفة نحافظ على المراكز وإنما بدنا نروح على الكفاءة حسسنا إنه نحنا مش باللبنان لا أنا عقول أي لبنان نريد لا أنا لابجرب لكي فلطون لا هي شوي شوي بس إذا فكري إذا حدا بيفكر ماها إذا حدا بيفكر بدنا نرجع هلأ الرئيس يجي يقول أنا تركوا لي البنك المركزي وتركوا لي مدير عام فلان وتركوا لي قيادة الجيش ويجي رئيس السن تركوا لي مدعم التمييز وتركوا لنروح على قضاء مستقل ولا نروح على إدارات تخدم الناس يعني مطرحنا شو مطرحنا مطرحنا نحنا كل يوم بظلها الانهيار كل ما أتأخر الحل وما في حل يعني اليوم عم ندرس كنا عم ندرس مجلس نواب وعم ندرس إعادة التوازن المالي وين في توازن مالي إذا ما في مؤسسات إذا ما في مؤسسات صالحة إذا ما حسنا الإدارات إذا ما شعر المواطن أنه أنا هذه الإدارة بوصل علي أن كان المدير مسلم أو مسيحي هذا موظف عندي هذا إذا بدنا نحكي عن المواطن طبعا إحنا استحقاتنا الدستورية لها أولوية بس بالنسبة للمواطن الأولوية بمحل تاني تماما صحيح إذا ما نحكي عن المواطن بالنسبة له هلأ بيقلك أنا في كتير ناس بقول لك إحنا ما حسين بالفراغ ما حسين أنه ما عنا رئيس جمهورية بهمهم موضوع الكهرباء والماء والدولار والخبز والبنزين وكل هالأمور والأدوية أهم شيء المستشفيات يعني حدث ولا حراش لو جبران بسير زيحي شوي يعني الأمضة بس مزيح بالعاكس هو اللي حد اليوم معرقل بس مش على مستوى رئاسي صار معرقل على مستوى كتلي على مستوى رئيس حزب بس طالع بإيده عرقل ووصول إلى رئاسة جمهورية هاجلستان لمجلس وزراء هاجلستان لمجلس وزراء حصلوا رغم أنه هو مقدر لا مش تحدي لا مش تحدي بس بمعنى أنه بالأخير في دستور يجب أن نحترم هذا الدستور الدستور ما بيقول بفراغ ما في دستور ما بيعملك الترنتب لكل فراغ في الفراغ والدستور اللي بناني عامل لأنه بغياب الرئيس اللي ما كان لازم يغيب اللي كان لازم تسير الانتخابات قبل انتهاء مهلته وإنما للأسف ما صارت لأنه كان بدنا رئيس كان فيه ناس بده رئيس على إياسها ما زبطت حاولنا نعمل حكومة مكتملة الأوصاف مثل ما قالوا قبلها صار بده يشارك مش بس بالوزراء صار بده هذه الحكومة توعدوا أو تلتزم بتغيير حاكم مصف لبنان وبتغيير قائد الجيش يعني صرنا عام نشارك صلى يعني عم ناكل الدب قبل ما نصطوده فهيدي عرقالة نوصف لشان هكذا نعم نقول رئاس الجمهورية لشخص والحكومة لشخص لا يجوز ونرجع منوصل يعني إذا فتنا بهذا التوازن هذي طرحت هذي صراحة راحوا حتى الفرنسيين ما رضيه السعوديين وعنواعي وما رضينا نحن وعنواعي لأنه بالأخير طب نرجع منجرب التجربة اللي جربناها أنه رئيس جمهورية بيكامب ورئيس حكومة بيجع بعطل بعضهم بس يختفلوا هالمحورين نرجع منعطل كل شيء لا بدنا رئيس جمهورية ورئيس حكومة لكل اللبنانيين ومتعاونين ومنسقين وما في وراهم أحزاب ما ضروري يكون رئيس جمهورية في وراه حزب وكتلي وما ضروري رئيس حكومة في وراه حزب وكتلي هاي الرئيس سعد الحريري زيه أي سنة رح يجي ما رح يكون في وراه كتلي وحزب وحزب بيسور رئيس جمهورية يكون مثله نروح نكون وزراء نفس الشيء نكون سلطة تنفيذية سلطة تنفيذية ما عنده حسابات وما عنده مقييس وما عنده تعطش على المحاصصة وعطو بيد وجه مع جماعتها ومع جمهور يروح يشتغلوا لكل اللبنانيين نفصل العمل الإداري اليومي عن حياة الناس اليومية نفصلها عن مشاكلنا الطائفية والحزبية ومن هون يجي الطائف لحظة يعني نحن لو من 30 سنة نبلش نطبق الطائف لجهة الغاية الطائفية أو تشكيل الهيئة الوطنية لغاية الطائفية نروح نحصر كل مشاكلنا الطائفية بالمجلس الشيوخ أنه فيه عندنا لابد من احترام الطواقف والممارسات والعشعائر الدينية نروح نحط كل الاعتبارات الطائفية والحقوق الطواقف وأي مادة ممكن تأثر على كيانية الطواقف نحطها بمحل بس من روح من مجلس نواب غير طائفية الهدف شو كان منه نروح نحرر حياة الناس اليومية من البعد الطائفية من المتجرة بالطائفية يعني شو صاير ياريت اليوم عم نحافظ على الطواقف بظلها الخطاب الطائفية ياريت ياريت على الأقل يعني أنتوا مفروض ممثلي الشعب وقدوة للناس نحن ضدوا نحن ما تبرين فيه خطاب طائف ونحن ما تبرين وهيدا قلة العلا الطائفية لأنه مش عم يصير ياريت عم يصير حفاظ على الطواقف على حقوق الطواقف هيدا شعار حقوق الطواقف عم يكون استغلال الطواقف حقوق المسيحيين المتاجرة بالطواقف أنه أنا إذا طالع موظف مسلم أو درزي أو مسيحي غير آدمي أو فاسد إذا أتقربنا على دقائنا بالطائفية أو إذا وزير نفسي لا يا غي خلص أنه بالأخير حقوق الطواقف بجوهرة بتوازناتها بحقها بممارسة شعائرها بحقها بالوجود بحقها بالحريات حريات الطائفية وإنما مش إنعكاس أنه أنا بيجي كم واحد بكل طائفي بيتجروا بهالطواقف وبيتحصصوا مال الدولي وبيتحصصوا سلطة الدولي على حساب الناس بدي أحكي بعد الفاصل الأعلاني ما بعض إذا قدي بعد فينا نقول أنه هناك اهتمام خارجي بلبنان في حماس بعد يعني بعد حدا قاري لبنان على الخارطة للأسف هذا الشيء بزعل وقتا بنحكيه بس في أمر واقع خرجي بعد الفاصل الأعلاني ساعة النائب مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل نعود إليكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بالنظام مع ضيفي النائب فيصل الساير بحب فيك مجددا ساعة النائب خلال جولي لوليد جملاط على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين بألمتن الأعلى يقول محرفيته إن البعض في الداخل يظن أن العالم مهتم بنا لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان فنحن نعيش فوضى عالمية بعد الحرب طبعا بأوكرانيا وهالشي أنت أشرت له ببداية هذه الحلقة ولبنان ليس موجودا على الخارطة وأن المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار المرفأ وصرفت أموال وبعضها تبخر باستثناء الرئيس الفرنسي إمانويل مكرمو الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد أولا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا الاهتمام الفرنسي بلبنان وهل ما زال هذا الاهتمام الفرنسي بنفس الحماس الذي كان فيه بالقبل والسؤال الثاني هل أصبح لبنان من دون أهمية لدى اللاعبين السياسيين الأساسيين الكبرى بالخارج وتم الاستغناء عن لبنان لا طبعا ضاع شوي دور لبنان في المنطقة كنا نقول أي لبنان نريد شو دور لبنان في المنطقة هويتنا ما في شك تأثرت لما بلشنا نلعب بساحات الآخرين وعدينا الأشقاء العرب وعدينا مجتمع دولي بمحلات معين فاليوم نعم بعد الحرب الأوكرانية وتداعياتها الأوروبية وتداعياتها على الانفليشن على الغلل العالمي والناس صار يعني بأوروبا في حالات يعني صارت الناس عبتشكي يعني من غلل الغاز وغلل نفط وغلل المعيشي يعني بأميركا بأوروبا بكل العالم فصار الأولوية حتى بتلاحظيها صدت بالمساعدات أنه لا النازح الأوكراني أولوية على النازح اللي بالسوري أو اللي عنده مشكلة باللبنان فحتى بموضوع دعم المصايب والمشاكل كمان خف الاهتمام بمناطقنا هون فنعم نحن اليوم المنة أولوية بالعالم وإنما بتقوليلي العطف الفرنسي عطف بلس مصلحة يعني كمان ما ننسى أنه اليوم مع هذا الانكماش اللي صاير بالعالم العالم بهمه يشغل شركاته في الخارج ففرنسا وقالت صح شركة مثل توطال دخلت على حقل الغاز والنفط في لبنان وبالتالي هذا يرد إلى فرنسا ببعض يخلق فرص عمل بيخلق مردود للدولة الفرنسية للخزين الفرنساوية ففي مصلحة غاز والنفط هاي دي مصلحة أساسية كبرى ما ننسى اليوم دخل شركة فرنسية دخلت على مرفق لبنان عابين حكى بالبريد عابين دين أدموا على البريد عابين حكى المدل إيسا عابين يفاوضوا عليها الفرنساوية بسم الله تحشين عابين حاولوا يعملوا مصالح مشتركة في مبانون يعني صار فيه اهتمام اقتصادي الإيطالة فات بأني القطر فات محل الروسي بشركة الناس غضرية يعني لا فيه ستيكهولدر صار معنيين بالواقع اللبناني فهيدا واحد اثنين فيه العدو الإسرائيلي اللي عحدودة كل العالم إلى حد ما بهمه استقرار إسرائيل وسلاف ذا يعني عدم الاستقرار في لبنان ينعكس حتما على الحدود وبالتالي كمان هذا عامل أساسي فيه عامل أنه الفوضى في لبنان ستدفع بمهجرين وبنازحين إلى الشواطئ الأوروبية كمان هذا عامل تالت ففيه العوامل الأساسية العوامل السلبية اللي هي احتمال اندفاع نازحين إلى أوروبا هاي واحد احتمال تصعيد على الحدود الإسرائيلية هاي اتنين يلفط نظر العالم إلى وثالثا فيه مصالح نعم العالم اليوم يعني كمان بدي يزكي يعني اليوم طيب العالم والدليل على هذا أنه طيب اليوم اليونفل بالجنوب هيدا خطوة دولية يعني هيدا اهتمام دولي طبعا وجود اليونفل طيب الاي ام اف عم بيجي يفوضنا كمان هيدا اهتمام أنه اللي يجي الاي ام اف يقول أنا بدي ساعدكم انت عملوا برنامج على نحن عم بدينا مننجح مننجح من كعيهون شو تاني بس بس فاتحي الباب انه تعاول ساعدكم لتطلعوا من أزامكم بعم عنده شروط كمان لمساعدتنا الفرنسي عم بيجي يقول انه رح عاملكم مؤتمر دولي بس بعد انتخاب الرئيس ولازم المؤتمر يكون بعد وليس قبله قبل يعني عم نفتح عباب سياسي بعد يعني عم نفتح عباب اقتصادي واعماري عم بيجي يقول فرنسي تعاول انا عملكم شي يشبه السادر وكذا فالامريكي اجا تدخل بترسيم الحدود وبالتالي لا بتلاقي انه صار فيه اهتمام بنئات محددة بسبب هالثلاث عوامل اللي حكينا فيها هذا الاجتماع الرباعي اللي عم ينحكي فيه بده يصير مبدأيا من فرنسا بيصير اجتماع رباعي رح يقدر يضغط بمكان ما رح يقدر يغير انا برأي الاجتماع يفترض انه يقدم الخطوة الى الامام وقد تكون خطوة متقدمة يعني خطوة كبيرة وليس خطوة صغيرة يعني ويمكن تأجيله لا يقدروا يوصلوا لا يكونوا توضحت بعض التوجهات اكتر واكتر واضح انه نحنا على شفير كيرسي يعني حرينا نذكر نحنا بعد الربيع عندك شهر جاي عندك المدير العام الامن العام رايح التقاعد كان لازم المدد ما صبطيت بالربيع باخر الربيع عندك حاكم مصر في لبنان بعدين عندك قادمش قضاء الاعلى بعدين عندك قيادة الجيش اول سنة الجيش يعني عندك سنة استحقاقات كبرى مستحيل نقطعها على خير بدون مع شغولي احسي اذا ما اعدنا يعني اعدنا بناء مؤسساتنا بدءا بنتخب رئيس مشاناك انا بقول لا انا متفائل رغم كل التشيئ ومتفائل انه بالربيع فيه خرق بموضوع الرئاس ان شاء الله خلينا نختم لانه الملف الرئاسي بنحكي بجلسة مجلس توزر الجلسة التانية بظل الشغور الرئاسي اسماء كتير عم نسمع طبعا اضافة الى سلامين بيك فرنجي قائل جيش وزافعون عم نسمع جهاد الزعور محفظ الالقاب عم نسمع مؤخرا زياد برود عم نسمع نعمة فرام من ضمن هالاسماء يلي اكتر شي عم نسمع التداول فيها من هو من هو برأيك الاوفر حظا اذا بدك ولا في حدا يعني حينزل بالبراشوت متل ما داما صراحا كلهم يعني بعرفهم وفي صدقات وكلهم كفاءات يعني ما اللي حقا حكم يعني ايه مش عم نحكي بالصدقات اذا بدنا نقول اليوم على السيحة مين في مرشحين نحنا لعنا مرشح الجديين مرشح مش هالمعوضاء ده مرشح سليمان فرنجيني واضح السيحة سليمان مرشح جدي لقوة 8 اذا باستثناء طبعا جبران بسيل واضح انه قائد الجيش في علا في علا رضا دولي وفي علا احتضان دولي بس بدو تعديل دستوري كمان قائد الجيش يعني اذا رحت ما هي اذا رحت لفوق ال86 فوق التلتين يعني فيه سابقة سابقة مش سليمان نعم وبيعتبروا كأنك عدلت وممكن عدله دستور مبتعف ففيه قائد الجيش كمان يعتبر كمؤسسة كدار مؤسسة امنية بهذه اللحظات واذا طولت شوي رحينا على عدم استقرار بمعنى شوية فوضى اجتماعية على الاقتصادية على هذا كمان مرشح نضوين عليه دوليا يعني فيه اضاءة مصرية عربية فرنسية امريكية عليه للامان وفيه قطاعات داخلية بترشحوا ففيها تلاتي الجديين صراحة وقد ثلاثة اللي هني ميشيل معوات سلامين فرنجي وقائد الجيش وكل واحد عنده ايجابيات وسلبيات جهاد ازعور اللي استبعدته مثلا لا جهاد انطرح هلأ وقت انطرحه جبران باسيل خسر ونص خسر ونص حرق له اسمه هلأ جهاد خليعون كمان يعني يعني كفاءة دولية وبنك دولي وكمان بروفيل لمرحلة اقتصادية يعني عندك بروفيل الامني والاقتصادي والفرنسيين عم يحكم بيه رئيس اقتصادي عم يحكم بمواسطات اقتصادية كمان هاي دي ما بعرف الى ماذا تشير بديك شوفي شو بيصير بهالشهرين اياي يتقدم البرائوريتي الاقتصادية او البرائوريتي الامنية تتقدم بهذه الشهرين وانما هوا الاسماء اللي بتحسيه اليوم جدي بس باللبنان نبتعر في المفاجآت طبعا على طريقة لبنانية طيب انتقل الى جلسة مجلس الوزراء اللي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي غدا مع يعني على جدوى الاعمالة من بنود اول واخر اذا بدك يالله ملف الكهرباء انتو شو هو موقفكم ورأيكم من هكذا جلسة وبرأيك اليست هكذا يعني جلسة محقة مصايب اذا بدنا نسميها من ازاماتها الادة كبيرة حتما اول شي دستورية منعتبرها جلسة دستورية منعتبر انه انه الدستور واضح بغياب فخامة رئيس الجمهورية يحل مجلس الوزراء مكان هذا ويحل بنظامه يعني هاي فكرة انه مجتمعا يعني لازم كل الوزراء يوقعوا ما هيك قال الدستور الدستور قال مؤسسة تحل تملئ الفراق عادة المؤسسة تملئ فراغ تاني بنظامها هي فبنظام مجلس وزراء نظام مجلس بيقول بالتلتين وستقولي تلتين النصاب معناه رح يكون فيه فيه ميثاقية فيه مسيحية وفيه اسلام لانه انت عندك نص بنص وبالتالي فيه ميثاقية لانه فيه مسيحيين فيه مسلمين هاي دي موضوع الميثاقية يعني كمان دايما في حواليها انه بيقول الدستور واضح ومجلس وزراء مؤسسية نحن ضد تعطيل مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسات التنفيذية بظل الواقع اللي نحن فيه ففيه البعد الدستوري نعتبره دستوري وفيه البعد الإنساني نعتبر كمان ملح بالإضافة للدستور وطوق الدستور فيه واقع إنساني ما فينا نترك المرضى والمستشفيات والكهرباء والعتمي والماء لانه الكهرباء يعني ماء والرغيف والقمح بس فيه أيضا البعد السياسي والدستور بيقول بحالي طارق نحن مع إنه عدم الاستفادة بالمواد البلدتنا عن جد فيه شي طارق فيه شي ضروري فليكن لازم ينعمل بس ما حكيت عن البعد السياسي لهذه الجلسة البعد السياسي الشعبوي نحن ضده هل إذا البعد سياسي شعبوي ورجع تزيد النمسط الطائفي وتزيد الشعبوي الطائفي نحن ضده طيب قدي الشعبوي موضوع أنه هذه الجلسة سوف تعقد بغياب وزير الطاقة يلي هو مفروض المعنى الأول والأخير بهكذا جلسة بارح طبعا أدم مبادرة نطر لم بارح ليأدم المبادرة بوقت موقف الطيار الوطني الحر حرفيا لم يتغير موقف يقول موقف لم يتغير هو موقف مبدئي له علاقة بالمساق والدستور والمنطق وهو يرفض مبدأ عقد جلسات بظل غياب رئيس جمهورية وبظل حكومة مستقيلة هن اليوم عم يحكوا عن المرسيم الجوالة شو رأيكم بموضوع المرسيم؟ هيدا موقف موقف منحترم موقف وزنان ما لا نوافق عليه ولا يمثل الرأي العام المسيحي بشكل عام ومبارح إذا بتنتبهك يعني يمكن نتضويته على ناحية للدكتور سمير جاجع اللي هي اللي نحن كمان لا نوافق عليها موضوع المخروج عن الطاق ما عدده ومخروج عن اللي نحن فيه وأنا مرة شغلة مهمة إنه لا مجلس وزراء لموضوع الطارق والكهرباء بالمبدأ منه ضد يعني وبطل فيه يجي يقول استاذ جبران إنه المسيحيين بكتلتين الكبار ضد اجتماع مجلس وزراء ضد يعني صاروا القوات تقريبا صنفوا حالهم أو عددوا موقفهم إنه نحن ضد الاستفادة بالمواضيع وإنما موضوع الملح والطارق ما طلعوا من فكرة إنه لا بلا ما يكون في مجلس وزراء فبقوا الطيار الوطني وهذا موقف سياسي لا بمس طواقف ولا بمس طواقف ولا بمس أحد هيدا رأيهم الأكثرية لا توافقوا على الرأيه حتما أكتر من تلتين الوزراء اللي بمثلوا لا ما موافقينهم برأيهم موضوع المراسيم الجوالي وخياب وزير يعني شو تدعية غياب وزير الكهرب ووزير الفقاوة بتذكرنا بحالة الحرب بحالة تقطع أوصال البلد اللي ما قادرين وزيران يتواجدوا بنفس الغرفة أنا بذكرك المراسيم الجوالي كان لأنه وزير ساكن بجوني وفي حدود خطوط تماث وفي ميليشيات ما قادرين يجتمعوا لاب الشرقية ولاب الغربية يبعتوا الدراج بس اليوم عايب إلينا نحن لبنانية قادرين روح وينما كان ما في وزير حدا يمنع غير وزير الطاقة والمياه عن هكذا اجتماع ماذا يعني هلا بعت رسالة الوزير ما من وافق يعني عمل مطمئ صحفه حكي بالمعلوم المرفوض يعني ما عارفين شو حكي ومرفوض واليوم بعد هو عمل مرسومه جول مرسومه كازدر بمرسومه مضى كم وزير اللي ما بدون يحضره خلص ما يدع انت موافع معجس وزراء ومجس وزراء القرار رح يطلع رح يلاقوله فتوى كيف يعتمدوله يعتمدوله كتابه مع قرار معجس وزراء وبيمشي الموضوع برأيك ما صار بوزارة دفاع نفسي وزارة دفاع كان باعت شي قرار بشروع مرسوم وماضي عليه اعتبره جزء من المرسوم صار حزب الله سيحضر هذه الجلسة كما هو معلوم واضح يحضر الملفتين مزبوط حيظهر بعضين من الجلسة وهل هذا الامر يرضي التيار الوطني الحر برأيك لن يعني ما بعفزه لا في شي بيرضي لا بلانونطر ردت فعلهم بكرة بس واضح انه لا منهم مرتاحين للفكرة واضح انه منهم ريحتون كأنهم متأملين انه يتضامن معهم حزب الله ويقاطع الجلسة ويعطل الانتخاب بعتقد يعني حسنا نفعل حزب الله بهذا الموضوع يعني ما فينا نترك الناس هيك بصحتها وبحياتها وبعيشتها اليومية على مزاجيتنا وعلى مشاكلنا وعلى عقدة السلطة اللي عندنا بدنا نسبت لحالنا اشياء وانا اقوى منك وانا بقرر وانا بترجم حقوق الطايف خلاص يعني في دستور في مجلس وزراء في موجود اكتر من تلتين جلسة دستورية بيتاخذ القرار اللازم لان انت اليوم بدك مصاري مش بس خلاص 68 مليون في 68 هلأ جو بخلتان تانين صرنا بالمئة وعشرة نعم وبدو 55 مشان صيانة المعامل صرنا بالمئة وسبعين انه 170 مليون اليوم عم بتعطي لوزارة اثبتت على مدى السنوات انه ما في ديرة رجعت طيب لا ما كمان بتكون يعني بالعكس لازم وزير كان يروح مجلس وزراء يشرح خطته يروح يناقش خطته يقالنا الوزراء لازم انت تكون راكد والوزراء تقنعهم بخطتك وتقنعهم وتروح تحضر مجلس وزراء للأسف وصلوا لهون رأفة بالناس نحنا مع انه يمرق الموضوع بهذه اللحظة اربع ساعات كهرباء بيرقنا لا يكفي نحنا كنا عم نحكي بالثمانية وعشر لانه بدك تطفي المطار يعني اليوم نحنا طيب جدنا فاتورة على الفوتير يعني لو اجت الكهرباء مثل ما كان وعدنا بالأول الوزير عشرة او اتناشر ساعة اتناشر ساعة فيك تفكي اشتراك المطار وخلص بتتكلي على الكهرب الدولي يعني غلية صارت كذا مرة زيادة الناس بتقبل باربعة بس اربعة بكرة ما فيك تفكي اشتراك المطار بكتدفع اشتراك غالي وبكتدفعي كهرباء غالي بطلت الكهرباء رخيصة مثل الاول هتجي غالي انا هتحسي بمطار ونص صرتي وباردنا عم نقول ماشي الحال بس خلينا نطلع من هالفكرة الكيدية السياسية والاسبات يعني او مخالفة الدستور بهذه المواد دي العلاقة فيما بين تير الوطن الحر وحزب الله كانوا منتظرين تير الوطن الحر انه حزب الله يصلح اخطائه يعني الى هذا الحد حتى كان فيه يعني مصادر عم تحكي من الطيار من داخل الطيار عم تحكي بهيدا الجو وبوقت انه كما حكي يعني جبران باسيل من فترة انه هذا التفاهم موقف على اجر وحدي هل اليوم التفاهم هيك يعني يعني يترنح قبل السقوط انا ما بحب تدخل بغيري بهالم كقراءة يعني كقراءة يتقول انه حتى ضمن الطيار بتلاقي ما الكل موافق على تصرفات او قرارات او خيارات الاستاذ باسيل يعني حتى ضمن كتلته من ضمن حتى بموضوع الورقة البيضة لا فيه فيه ناس ليه ما منرشح حدا من الطيار اذا انت كرئيس ما قدرت ترشح لانه فيه عقوبات ليه ما بيترشح حدا من الطيار يعني فيه عدة اراءة حتى من ضمن الطيار وعب تشوفي استقالات وكذا هاي دي بترجع الون هلأ بالنسبة للعلاقة كان مع حزب الله وما غيره عودنا تعودنا عليهم انه دايما فيه حساب الربح والاخسارة واضح هلأ اليوم اللي قادرين يخدوه من حزب الله واضح انه ما فيه رئاسة لن يوصل يعني ما فيه يوصل لدقاسة الجمهورية وبالتالي اللي ممكن كان يضحي مع حزب الله جبران بسيل قبيل شي ما رأيت مع خلص ما رأيت مع عمه يعني وقت عمه كان مستعدين يروحوا للاخر لانه الربح يا يوازي التضحية اللي بده ضحية تجاه علاقاته الدولية واده يا ادى يا اكتر منه شوية المكاسب اليوم المكاسب لا توازي التضحيات حسب منظره اذا بحطها بميزان القوة انه بين عقوبات بلا رئاسي بلا سلطة انه ما بقى العلاقة تناسبه متل ما كانت ناسبه الاول وبعدت حزب الله كمان يعني وقت المضى للاتفاق مع 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 الطيار الوطني بالالفين وستة كان طيار يمثل طالع من انتخابات يمثل سبعين بالمية من من الاخوة المسيحيين من القاعدة المسيحية وبالتالي كان غطاء غير غطالي يعني انت برأيك الفريقين مش متمسكين ولا متمسكين الفريقين التواز برأي بحساب السياسي اذا بنا نحكي السياسي يمكن السيد بياخدها اخلاقيا شوي بنحكي سياسي بعيدا عن الالتزام والاخلاقيات اللي موجودة بفرق يمكن موجودة عند السيد بس موجودة عند كل العالم برأيي انا انه بحساب الربح والاخسارة الفريقين ما بقى لهم مصلحة يعني بمكان ما الفريقين عبق هذا عبق هذا عبق يعني اللي ممكن يربحوا حزب الله من من بسيل اكتر اقل بكتير من اللي مطلوب منه اللي ممكن بسيل ياخدوا من حزب الله قلب كتير من التطحي اللي بطلوبة منه هل ما في شي ما بقى راكب يعني هلا شو بيصير وين بيروحوا ما بقى هل ما قبل هذه الجلسة التانية لمجلس الوزراء سيكون كما بعده ولا رح يزيد هيدا الجو المتشنج حتى ما نقول يعني بعاد عن بعض انا اتوقع انه رح تغير رح تغير هاي الجلسة التانية بنمط العلاقة قد لا يكون الخطاب يعني يمكن الخطاب الماضي طلع كتير بالعالي يمكن ما يكون باللهجة عالي ما تكون لهجة عالية وانما ايه الثقة ستهتز اكتر يعني هتصير فيه اهتزاز اكتر بالثقة طبعا وانما من باب الوطني عم نقول هذه الجلسة ستوعيد تثبيت اكتر واكتر الممارستنا الدستورية انه عم ترجع تأكد انه لا اللبنانيين قادرين رغم كل شي نمارس احترام الدستور بدقيقة من الوقت لو سمحت موضوع الوفد القضاء الاوروبي اللي يزور لبنان في هذه المرحلة برأيك هل هو مس بالسياد اللبناني وماذا عن الخلفيات البعيدة لهكذا تحرك القضاء امنة على الاراضي اللبنانية يعني هو جاي ضمن المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد اللبنان مثل انصار معروف وموقع عليها بال2008 زمن غلطان وهي المعاهدة صلى من صلى 20 سنة دولية وتفرد تبادل المعلومات ضمن قوانين الدولة وحسنا فعله القضاء اللبناني انه لا نظمت بطريقة انه القاضي اللبناني هو اللي عم بيستجرب هو اللي عم بيسأل نعم الفريق الاخر له حق يجيب أسئلي ويطلب منك تستجرب الشاهد على أساسها فهذا اللي عم بيحصل هذا اللي عم بيحصل انه قاعد عم بيتفرج على الشاهد ما فيه انه ما فيه ولا خطوة سلبية بهكذا يعني فيه انعكاس على لبناء هلأك هو الأصول هذي أكيد قلت كيف قلت اعتبار للأوثقة بالنظام اللبناني لأنه كان مفروض نحنا بيعتبره يعني كسر هيبة القضاء لهذا الحق نحنا كان لازم نحنا موجودين كان لازم القضاء اللبناني بلد بلا قضاءه بلا عدل يعني سعد لناني كان لازم قضاء اللبناني يكون هو باعت مندوبين أو قضاء خضاء على فرنسا وعلى يوكسنبرغ وعلى هذا عم بيلحق شو صاير مش هني جايين بس لأنه نحنا ما قمنا بواجباتنا للأسف يعني القضاء اللبناني مش كخضاء بس كسيستم نحنا قادر يتعرقل تعرقل بمحل واللي عبيليحقوه مش عبيليحقولك فسادك بلبنان هنا عبيليحقوه جرائم صارت بدولهم في جرائم بيعتبروها طبيض أموال وصارت بدولهم بمصارفهم نعم عبيلحقوه مصدرة بلبنان والمعاهدة تسمح ضمن سيادة الدول وبعد الطريقة اللي عم تتمارس لا سيدي هلأ انعكاسة نعم سيكون رح يكون الانعكاسات أكيد أكيد لأنه القضاء الأوروبي بس يفتح ما فيه سكر ما فيه تسياس كليا رح يروح لبعيد أنا برأي الأمور رايحة لبعيد وبرأي رح يكون فيها تداعيات سياسية بالمستقبل إذا تبين فيه توريطات أوصى وأسوى أنا بإشكار هيكون عامل ضغط سياسي وبعتقد جزء يعني هذي هامش من التلميح بالعقوبات اللي حكوها يبدو أن المرحلة الأولى من تحقيقات تنتهي يوم الجمعة وبعدين بيرجعوا رجعين وأكيد أكيد هددوا بعقوبات عارفين شو فيه بين إيديهم لما هددوا بعقوبات رح يكون هذه هذه المعلومات جزء من الضغط السياسي على بعض القوى اللبنانية تتم تقبل بإعادة بناء لبنان إصلاحي كما يجب إن شاء الله أنا بشكرك ساعة النائبة لو سألتك شكرا لحضورك مشاهدين الكرام أشكركم على حسن المتابع لهذه الحلقة من بالنظام نعود ونلتقي يوم الثلاثاء المقبل الثامنة ونصف مساء بتوقيت بيروت إلى اللقاء بإذن الله موسيقى